اشتركوا في القناة احب جدا الالتزام بحب النظام ده مهم جدا الشغل بتاعي وفي الحقيقة عمتني محبش الفوضوية او العشوائية في الاداء ده بيساعدك بشكل مبير جدا تشتغل بشكل افضل وتقدم افضل ما عندك طبعا انا مش بتحك كتير ليه حقيقة او انا مش دمي خفيف قوي مش حقيق يعني انا شايفة العكس من ساعة ما تقابلنا بشوشو لذيذ وبيتحك وكل حاجة مش دايما يمكن انا لو لعبت كرة هيبقى معايا فوبولو ستبقى سيستيكتو كونيبا سيو فورا خوادوني فوبولو دايما طلباتي من اللاعبين جزء مهم جدا من النجاح انك بتطلب انا اول واحد بطلب من نفسي بعض الحاجات اللي انا اقوم بتنفذها هو انك انت دايما بتطلب من نفسك الافضل ده هو ده اللي بيخليك تتحصل من نفسك مش اقول ان هو ده الاصح او الافضل في العالم لكن هو تفكيري انا كهيكتور كوبر دايما احب يكوني المجهود عن طريق انك بتطلب اقصى حاجة دايما من اللاعبة ومن نفسي انك انت تحب وتؤمن اللي انت بتقوم بيه لنما الحاجات اللي هي في النص دي انك مش قادر تقوم باحسن مجهود او لا ما احبهاش مثلا عندك بعض الناس اللي بتعلق على طريقة ميستر كوبر انه مش دايما اللعيبة اللي مفضلة عند الجنهور اعلاميا او حبا او تشجيعا او نجومية مش هما المفضلين عنده هو بينقل لعيبة له كتالوج معين في اختيار اللعيبة يعني بصلك دايما فيه فكرة احنا بنحاول ابحث عن فكرة انا بس مش بحب نفسي او بحب حاجات معينة لا على العكس خالص انا فيه فكرة وانا بحب ان الجامهير دايما ما تنسهاش دايما الجمهور دايما بيحط مشاعر دايما في اختياراته ان هو بيحب لأي معين مشجع تخيل حركنا مئة مليون تقريبا موجودين في مصر في الوقت الحالي فتخيل ما دو صعب جدا معقد جدا احنا نرضي المئة مليون احنا نختار لكل واحد اللي هو عايز طبعا فعلشان دايما عندي نظرية مهمة جدا بالنسبة لي لو كل الناس غلطانة كل الناس غلطانة يبقى هما اللي عندهم حق مش انا يبقى الغلطان هو انا لو الناس كلها اللي حواليا بيقولي لي اجمعت على الحيب انا اللي عند غلط فبالتالي اختيارات اللعيبة خاصة لو مشجع للزمالك مثلا عايز لعيب من الزمالك لو مشجع من الاهلي عايز لعيب من الاهلي فده طبيعي ودي ديجلا عايز لعيب من ودي ديجلا فبالتالي لو سيبنا نفسينا ان احنا الاختيارات الجماهير فبالتالي مش هنقدر نرضي الناس كلها اللي احنا هنقدر نرضي مش كل الناس لكن الاغلبية دايما في اختياراتنا النتيجة هي لا تخلي الناس تقتنع بشغلة صحيح هو كمان ما بينقادش واضح انه فكرة صحيحة انك لا تنقاد للاراء المتشعبة وكتير والضجة يعني طالما عندك مانيول عندك كمانيول عندك كتالوجك انت الخاص ها كل مدرب دايما عنده خط بيحاول بطريق يمشي فيه احنا مش كلنا زي بعض احنا بنحاول نمشي بطريق يبقى هو الانسب ليك انا عندي فتلة انا عايز ادافع عنها وحاول ننفذها وبتفرج على المبارات الدوري بتفرج على اللعيب المصريين بحاول اشرح من الناس بعض الحاجات حتى في الشارع لما الناس بتطلب منه لعيب ممكن يكون بلعب كويسة قوي في النادي بتاعه لكن لازم ادخله جوه السيستم او الطريقة اللي احنا بنؤمن فيها وبنحاول ان احنا ننفذها جوه ارض الملعب يعني فيه فرق بين اللاعب ما بين ما كان بيلعب في نادي ولما بيدخل جوه المنتخب دلوقتي بيلاقي فرق هو نحن بحاول انت مستمت ندريد من اللاعب مثلا ما احنا بنتمرن بنعيد بعض الحاجات التكتيكية اول حاجة باطلب هنلاعب انسى خلاص اللي انت كنت تتعمله في النادي بتاعك هنا تبدأ هتحاول دايما هنحاول نعمل الطريقة بتاعتني احنا اتحاصر مينا دي احنا اول حاجة عميناها اول ما مسكنا منطخب مصر نحاولنا تقلب على بعض الحاجات مش اقولك حضرت حاجات كتير مختلفة لكن بعض النقاط المهمة جداً كل مدرد تاكتيكياً بيشتغل بشكل مختلف عن المدربين الانديه احنا مختلفين عن بعض بعض للوقت موسيقى طيب لو لقى مثلاً لاعب اخطأ في التدريب او في المعسكر او كده هل بيغفره ويديله فرصة تانية ولا احكامه نهائية لا مفيش طبعاً حكم نهائي خالص كلنا بنغلط خاصةً احنا بنتكلم عن خطأ لو هنتكلم عن خطأ ان هو معندوش نية سيئة ومعندوش ان هو القصد ان هو يقوم بالخطأ ممكن تحصل لكل البنيئة لكن لو احنا حاسين ان هو بيعمله بقصد او بنية سيئة عشان يئزي حد يبقى الموضوع مختلف جداً فكرة انه يبقى فيه مشكلة بين المدرب والعيب من الفريق ممكن يبقى ليها مثلاً ميرور بتاعها الميراية بتاعتها مثلاً عندنا انه الناس تظن انه فيه مشكلة ما بين باسم مرسي مثلاً وميستر كوبر حسام غالي وميستر كوبر عدم انهم مايلعبوش او انهم ماينزلوش ماتشات او كده ساعة انك انت طبعاً فيه تبقى كرارات فنية لاختياراتك اللعيبة عمري في حياتي ما بحط الحاجة شخصية مع اللعيب اللي انا بختاره انك تختاره او لا ممكن اللحظة الحالية لللاعب ممكن يكون ماشي بشكل كويس ممكن يكون ماشي نص نص فبقتل اختياره اولاء فبالتالي بقتل العيب تاني مكانه مكان اسم العيب فيه مواقف برضو بتكون بتحصل ساعات بتبقى اقراء فنية ممكن العيب يعمل حاجة مثلاً جوا المعسكر او كده ما تعجبنيش فانا اتم استبعاده فمغبوش لكن ممكن يرجع في اي وقت يعني ممكن يرجع في اي وقت لو اتكلم بشكل شخصي عن كل لعب او موقف عن كل لعب اي بالموضوع طويل جداً مثلاً موضوع كابن حسام مثلاً حسام غالي هو حتى تكلم وطلع قبل كده تكلم علينا هو اعتقد هو مش بيؤمن او بالطريقة لعبنا او مش مقتنع او حتى كابن حسام غالي كابن حسام غالي او ممكن ما يكونتش مقتنع قوي بطريقة لعبنا او انا حبيت اوضح الكلام ده خاصة لان انا ما بقولش حاجة ساعات ان انا بخبي مثلاً مواضيع او كده لا عالعكس خالص ما فيش حاجة احنا نتخذ بيها في لحظات حتى الناس قالت حتى ما اعتلوش نافه قالوا ان فيه سوق معاملة لبعض اللعيبة فانا حتى اتكلمت وقلت لو حد تم معاملته بشكل سيء انا اول واحد هروح لحد عنده واطلب منه الاعتذار لنا المسؤول عن المزموعة ككل كل حاجة بتحصل في المعسكر انا المسؤول عنها طب القرار ده ما خلاه ما 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 حسش بنادم مثلاً لحظي في الماتشات بتاع كاس الامم انه ياريتني كنت نزلت حسام او اخترتوهم او اخترتوهم او اخترتوهم لما انا باخد قرارات بعد تحليلها مرة واحدة خمس مرات على القرار وكل التحليل اللي احنا بنقوم بيه كلنا سطاف تكني اللي هو الجهاز الفني كل بنقعد بنحل الموضوع من كل بوادنه ولما انا اوصل بقى كهكتور كوبر للقرار موضوع انتهى بالنسبالي لو بعد كده تحصل ظروف تانية اخسارة لو انا كنت عملت كذا لو انا كنت اقبع عند الحدث لا احنا فكرنا في كل حاجة بتبقى قبل الحدث مش بعد الحدث طيب بما انه هو لا يلتفت للوراء لكن هل في الماتشات اللي جاية ممكن يعيد التفكير في لحظة في حد من اللاعبين منتخب مصر اعلى مننا كلنا منتخب مصر فوقنا كلنا لو بكرة ان انا محتاج حسام غالي محتاج وليد سلمان محتاج وليد محتاج بس مرسي هيكون موجود احنا المتخب محتاجه هيكون موجود انا عمر في حياتي ما فيه حاجة شخصية معلائه هو موضوع فني بحث وانا عايز ابعت رسالة للناس كلها لو انا بكرة دخلت مكان وشفت حسام غالي في مطعم مثلا بياكل انا هروح اسلم عليه انا بنفسي هروح اسلم عليه لو هو بعد كده مش عايز يسلم علي ما يسلمش علي بس لكن انا هو مفيش موضوع شخصي مع اي حد خالص او احنا اسخاص سيئين كجهاز فني او احنا بنعمل حد بشكل وحش موضوع مش كده خالص ممكن مكون اللعيب ده موجود مكان اللعيب ده بس في المعاسكر ده انا عارف ان الناس كلها مش متفقى مع اختياراتي للعيب دي قرارات وانا اللي بحاخدها مفيش حاجة شخصية مع اي لعب او كره او سوق معاملة مع الشخص اللي انا بوجهه او انا بكلمه انا بوضح الكلام بلان هو اعتقد قبل كده ان هو لو شافني هيحاول اتجنب ان هو يسلم علي او مش هيسلم علي هو قال كده قبل كده لكن انا العكس انا هروح ادور عليه واسلم عليه او مش هايسلم علي حاجة ترجع له هو موسيقى